معي الأستاذ أم رحيم من المنوفية أيها السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بقولك يا شيخ أنا عايز أسألك سؤالين اتفضلي دلوقتي أنا جوزي بيشرب بيشرب ميا يعني لا بيشرب حشيش سلم يا رب عوز بالله من الشيطان الرجيم هل دلوقتي هو ما بيبطلش اجتمافية وبيعجي اجتمافية فأنا معي بنات ومعي عروسة متجوزة فأنا ناعدة نستحمل عشان خطر عيالي طيب يسأليني سؤال يا حاج المرحيم هل هو دلوقتي لو أنا سبت ومشيت أنا عامل عشان خطر عيالي فأنا الحل إيه دلوقتي الحل فيه بينك وبين أن أنت تسيب البيت وتمشي حاجتين لازم حاجتين تعمل يوم حاجة الأولانية أن أنت أولادك عندهم كم سنة عندي واحدة عندها 18 دلوقعته طيب إحنا نعمل إجرائيين الإجراء الأولاني أنه إحنا لازم نقعد معاه ونقوله ونقف وقفة حسمة أنت الأول توقفي وقفة حسمة بتقول له إحنا مش هنستمر في بيت فيه إدمان البيت دوت ما ينفعش أن أولاد ينشأوا في هذا المكان فأحنا مش هينفع الكلام ده فأنت توقفي أول حاجة تواجيه وتقول له ده مش هينفع لأنه هو إيه اللي حاصل كثير من الرجال اللي بيوصلوا لدرجة الإدمان أو درجة أنهم يشربوا مخدرات بهذه الكثرة إيه اللي حاصل؟ المتصورين أهلهم بيقول لهم شوية بعبعة بالكلام وبعدين عايسكوتوا والأسف المخدرات وخاصة على فكرة عشان بس محدش يقول معرفش الحشيش فيه إدمان وبدل واحد واصب عليه كده يبقى هو مدمن يبقى إيه اللي حاصل؟ يبقى هذا الإدمان لابد أنه نقبله يعني إيه؟ الشخص الذي اعتمد على المخدر فلازم المخدر ده يطلع من جسمه فلازم هو يحس أن فيه حاجة بتنقص من حياته فإيه اللي يحصل؟ هنواجهه الأول طب والحاجة التانية أنا أترك فيه حاجتين حاجة التانية هننقي أفضل ما خلاص بدل الأولاد عارفين وهم كبار في السن ومدركين هننقي أقرب ابن من الأبناء ويبتدي يكلمه ويقوله أنا عايز أعيش معاك بس أنا مش هقدر أعيش معاك بهذه الطريقة أنا حياتي بتتدمر أنا مش عايز أشوفك كده وإحنا مش هنقدر نشوفك كده لإن إحنا بنحبك فلابد أن أنت تسيب الإدمان ده وبعدين يدخل باقي الأولاد ويقولونه نفس الكلام ده إحنا لازم نعمل كده لإن إحنا لو عملناش كده يبقى إحنا ما كناش عوني له أنصر أخاك ظالما أو مظلوما قالوا علمنا كيف ننظر منظوما يا رسول الله فكيف ننصره ظالما قال أن نرده عن ظلم يبنت لازم تحملوا الكلام ده ماهو شكرا